لسا نكملين معاكوا فقراتنا ونهاية اليوم النهاردة مع فقرة خاصة جدا بالمتحف المصري زي ما قلنا في البداية طبعا مصر من أغنى دول العالم مش من أغنى دول العالم من مصادرها الاقتصادية بس من أغنى دول العالم بما تمتلكوا من أثار سواء أثار فرعونية، الطية، إسلامية لوصل وحدها فيها يمكن تلت أثار العالم كله المتحف المصري بالتحديد من أهم المتاحف على مستوى العالم المتحف في أجنحته فيه أشهر وأعظم الأثار الفرعونية وأكثرها جذبا للسياح المتحف المصري من يوم ثورة 25 يناير وتحديدا من يوم 25 يناير كان فيه مشاكل كتير جدا حوله بظروف اللي بيمر بيها سمعنا أخبار كتير جدا عن بعض السرقات اللي تمت في المتحف وسمعنا بعدها بشهر أو بشهر ونص تقريبا أخبار تانية عن استرداد القطع المصروقة عشان نعرف أكتر على المتحف المصري وعلى ما يمر بيه المتحف المصري النهاردة معانا دكتور محمود الحلواجي مزير عام المتحف المصري سباعة خير نهارك سعيد سباعة خير يا فندم نهارك سعيد نرجع وراء شوية وقبل ما نتكلم على الأحداث اللي يمر بيها المتحف النهاردة عايزين معلومات عامة عن المتحف إمتى تم إنشاؤه ومين اللي فكر في فكرته واش معنى المكان ده تحديدا بالأوكمبي هو المتحف المصري في مدانة التحرير تم إنشاؤه عام أو بدء في إنشاؤه عام 1897 وتم الانتهاء من إنشاؤه عام 1901 وفتتح للزيارة عام 1902 علشان كده إحنا في 2002 احتفلنا بمقوية المتحف المصري والمتحف المصري بمكانه في مدانة التحرير ده بيعتبر أقدم مبنى في العالم أنشئة أو شيد لكي يكون متحفا فيه طبعا متاحف أجنبية عالمية أقدم من المتحف المصري ولكنها لم تكن في الأصل ما كانتش متاحف هي تحولت إلى متاحف عايزة أقول إن المتحف المصري في مدانة التحرير هو ليس أول متحف للأصهار المصرية بمصر ولكن البداية كانت عام 1835 في أثناء محمد علي باشا الكبير والأوعز إلى محمد علي باشا الكبير ببناء متحف مصري كان هو عالم أثار فرنسي اسمه أوجاست ماريت أوجاست ماريت ده كان أتى إلى مصر يعني باحثا ومنقبا وسارقا لأثار مصر مثله مثل باقي البيعاثات الأجنبية اللي قتت على مصر لكي تنهب أثار مصر من بعد الحملة الفرنسية لما اتكلمت عن وصف مصر ويه أثار مصر وابتدى أنظار العالم تتجي إلى مصر من ناحية الأثار المصرية فأوجاست ماريت بإنشاء أول متحف وكان أول متحف ده كان في منطقة الأسباكية في وسط القاهرة ولكن للأسف هذه المجموعة المتحفية أو أول مجموعة متحفية تم إهداءها عام 1855 لأرشدوق النمسا كان بيزور مصر وأهدئت إليه وهذه المجموعة هي الأهم مجموعة متحفية في متحف تاريخ الفن في فيينا بعد ذلك تم عمل مجموعة متحفية في سراء القلعة وبعد ذلك بدأ في إنشاء متحف مصر كبير وده كان في منطقة بولاء على شاطئ النيل يعني بالقرب من مبنى تلفزيون ولكن للأسف هذا المتحف كان دائم لأنه كان بيطل على النيل فكان دائم التعرض لأخطار الفيضانات وفي أحد الفيضانات تم تدمير المتحف وغرقت مجموعات كتيرة من مجموعات المتحف وما تبقى هي الأسرار السقيلة أو الأحجار الضخمة اللي تم إنقاذها وتم نقلها إلى سرايا في الجيزة عند حديقة الأرمان الحالية بجوار جامعة القاهرة وفي أثناء ذلك تم البدء في التفكير لإنشاء متحف مصر كبير اللي هو في مدان التحرير لذلك بقى ما بنهوش على النيل مباشرة ولكن بعده شوية عن النيل علشان أختار الفيضانات ما كانوش ساعتها عارفين إن فيه سد علي هيتعمل عشان ينقذ مصر من الفيضان سهير دكتور عشان تطمن دلوقتي كمان على المتحف الحركة السياحة داخل المتحف بعد الصور عاملة زي هو طبعا الحمد لله على كل شيء يعني هو فيه تحسن ملحوظ وشيء يعني كل يوم عن يوم العداد بتتزايد يمكن طبعا بعد الصورة مباشرة المتحف تم إغلاقه أمام الزيارة طبعا طبقا للأحداث اللي كانت بتدور حوالين المتحف أيام الصورة فكان صعب إن يبقى فيه حركة سياحية إلى المتحف وكان الوضع غير آمن لفتحه للزيارة فتم غلقه من يوم 28 يناير حتى يوم 20 فبراير وتم أعادة افتتاحه ويمكن في أول يوم لافتتاح الزيارة كانت الأعداد بسيطة من السياحة الواردة الأجنبية يمكن أول يوم كان لا يتعدى المئة الزائر ولكن كان فيه أكتر من 1500 زائر مصري ودي برضو كانت ظاهرة مبشرة إن المصريين كانوا عايزين يتطمنوا على الآثار وعلى المتحف المصري وعلى الحضارة المصرية القديمة لأن كانوا ساموا أسدق أحدث الثورة نرجع بقال اليوم ده بالتحديد 28 يناير تم الإعلان عن سرقة 54 قطعة أثرية من المتحف المصري بعد شوية بعدها بشهر شهر ونص قالوا لأ احنا تدينا نسترد من القطع المسروقة دي ده حصل فعلا؟ هو طبعا لا يخفى على أحد أن يوم 28 يناير في أعقاب انسحاب الشرطة والإنفلات الأمني تعرض المتحف إلى هجمات أو اعتداء أو كثير من أعداد اللي كانت موجودة في مدان التحرير بعضها دخل بغرض السرقة وبعضها دخل بغرض أنه يشوف إيه جوه وبعضها دخل بغرض الحماية ولكن اختلط الحبل بالنابل وكانت أعداد غفيرة جدا يعني تتعدى الثلاثة ألاف فرد متوجدين داخل حديقة المتحف استطاع بعضهم اللي دخل بغرض السرقة أنه يقتحم مبنى محلات الهدايا وكان بيعتقد أنه هو ده المتحف وسلبه معظم الأشياء الزهبية والغير زهبية الموجودة في محلات بيع الهدايا بحديقة المتحف للأسف أنه فيه مجموعة بس إحنا شوفنا صور يعني بدون معطها حضرتك صور في التلفزيون من داخل المتحف نفسه مش من الخير التصوير ده كان تصوير لما تم بعد لما فتحنا المتحف وكان معنا قوات من الشرطة العسكرية وقوات من الكوماندوز اللي كان بتحمي المتحف علشان يشوف إيه اللي حصل في المتحف إنما هو اللي حصل اليوم 28 مساءً إن في وسط الأعداد الغفيرة اللي تدفعت إلى داخل حديقة المتحف استطاع أفراد إنهم يطلعوا إلى سطح المتحف عن طريق سلم طوارئ سلم معدني ويمكن اتنين أو تلاتة منهم استطاعوا إنه يدخلوا إلى داخل مبنى المتحف عن طريق كابلات كهربائية واستطاعوا إنهم يكسروا 13 فترينا ويحطموا ما بداخلها والقوات المسلحة لما طلعت لسطح المتحف أبضت على ست أفراد وبحوزتهم عدد من القطع الأثرية طبعا إحنا لما فتحنا المتحف بوجود الشرطة العسكرية وقوات الصعاقة المصرية أو الكوماندوز اللي هي كانت يعني جات سيطرت على الموقف يوم 28 بالليل وقدرت تقبض على ناس كتير بحوزتهم بعض القطع الأثرية اللي حصل إن إحنا بعديها بيوم يعني يوم السبت تم فتح المتحف وعشان كده قلتي إن شوفنا حاجات داخل المتحف شوفنا أثار متكسرة ومرمية في أرضية المتحف وعرفنا إن في 13 فترينا تم تدميرهم بعد كده بدأنا إحنا في يمكن بداية من 2 أو 3 فبراير بدأنا نعمل حصر أو جرد للفترينات اللي وجدناها مكسرة أولا لمينا القطع الأثرية المبعثرة على أرضيات المتحف وودناها إلى معمل الترميم لكي يتم قاعدة ترميمها وقاعدنا السليم منها إلى مكانه الطبيعي وقاعدنا تركيب الفترينات اللي كانت محطمة ومهشمة وبدأنا نعمل الجرد وبنهاية الجرد يمكن في نهاية مارس اكتشفنا وجود أو اختفاء عدد 54 قطعة وتم الإعلان عنها في جميع وسائل الإعلان 54 قطعة ما فيش قطعة منهم استعدها المتحف لا لسه لما أعلننا عن اختفاء 54 قطعة وأبلغنا الشرطة الدولية الانتربول ومنظمة المتاحف الدولية الايكم ومنظمة اليونسكو وبلغنا الموانئ والمطارات وبلغنا كل المتاحف العالمية أن فيه عن اختفاء قطع من المتحف المصري وده إجراء متبع لأن فيه ادفاعيات دولية بتحرم تداول أو بيع أو عرض أي مختنيات من مختنيات المتاحف المسجلة في جميع أنحاء العالم وبعد ذلك استطاعت مجهودات القوات المسلحة الشرطة العسكرية ومباحث الأثار استطاعت أنها تقبض على بعض العصابات اللي هي وصلها بعض القطع اللي تسرقت من المتحف المصري وبالفعل تم القبض على بعض هؤلاء الخارجين وفيه قضايا وخدوا أحكام رضعة من القضاء العسكري واستعادنا أجزاء كتيرة من الأربعة وخمسين قطعة يمكن قدرنا لحد النهاردة يوصل الحاجات اللي احنا استعادناها إلى حوالي تسعة وعشرين قطعة من الأربعة وخمسين قطعة وإن شاء الله يعني برضو بجهود المنظمات الدولية وبجهود شرطة السياحة والأثار وبجهود القوات المسلحة والشرطة العسكرية إن شاء الله هنقدر نسترجع بقى القطع اللي لسه ما رجعتش للمتحف